اشتركوا في القناة ولكن هل تعلمون أن هناك رجلا تخيل كل هذه التكنولوجيا قبل أكثر من مئة عام وكان له تأثيرا كبيرا على النمط الحياة التكنولوجيا الذي نستمتع به اليوم ذلك الرجل هو نيكولا تيسلا الذي أسس للعديد من التقنيات التي تعتمد عليها حياتنا اليوم فهو ساهم في تكنولوجيا الراديو وصاغر العديد من النظم التي تستخدم اليوم في مجال أرزم الطاقة المتجددة وأدخل مفهوم تكنولوجيا الاتصالات الناسنكية أكبر إسهامات تيسلا في العالم كانت ابتكاراته في مجال التيار المتردد التي غيرت طريقة نقل الطاقة الكهربائية من هذا المنظور يقف تيسلا جنبا إلى جنب مع عظماء العلماء مثل غاليليو ونيوتين وأديسون وأينشتاين في الحلقة الثانية من سلسلة تبسيط مفاهيم الفيزياء سوف أركز على نقطة جوهرية وهي سبب تفوغ تكنولوجيا التيار المترددة التي أسسها العالم تيسلا على تكنولوجيا التيار المستمر والتي أسسها العالم أديسون واستثمر فيها كثيرا من الأموال لفهم ذلك دعونا نستكشف أساسيات الكهرباء معتمدين على تشبيه تدفق التيار الكهرباء في الأسلاك بتدفق الماء في خرطوم لجعل الشرح أبسط وأقرب للتخيل ابقوا معنا لنستكشف سويا رحلة نيكولا تيسلا مع التيار المتردد إنها قصة الابتكار والمنافسة وقوة الحقيقة العلمية عنوان هذه الحلقة لماذا تفوق التيار المتردد على التيار المستمر ولد العالم تيسلا في العاشر من ويليو عام 1856 في مدينة كرواتيا أراد له والده أن يكون كاهنا مثله لكن تيسلا كان مولعا بالرياضيات والفيزياء وبدلا من أن يكون كاهنا أصبح مهندسا عندما بلغ من العمر 29 عام هاجر إلى الولايات المتحدة ولم يكن يمتلك سوى أربع سنتات لكنه حصل على رسالة توصية جعلته يحصل على وظيفة في إعادة تصميم مولدات التيار المستمر في أحد مصانع أديسون في مدينة نيويور لم يدم تيسلا في هذه الوظيفة سوى عام واحد لأن أفكاره حول التقنية التيار المتردد تعارضت مع استثمارات أديسون للتيار المستمر ما هو التيار المتردد؟ ولماذا يختلف عن التيار المستمر؟ لماذا يعتبر أحدهم أفضل من الآخر؟ لفهم ذلك يجب علينا توضيح بعض المفاهيم الأساسية حول الكهرباء فما إلى هذه الكهرباء؟ نعلم أن جميع المواد مصنوعة من الضرات وأن هذه الضرات تحتوي على نواة مشقونة بشخنة موجبة وإلكترونات سالبة تحيط بها وتدور حولها هذه الإلكترونات مرتبطة بالنواة من خلال قوة جازبية الكهربية الناشئة بين النواة والإلكترونات ولكن بعض الإلكترونات المتواجدة في الغلاف الخارجي للذرة تتمكن من التحرر بواسطة الطاقة اكتسبتها من المؤثرات الخارجية مثل الحرارة أو التصادمات هذه الإلكترونات التي تتحرر من الغلاف الخارجي تسمى بالإلكترونات الحرة ويمكنها الانتقال من ذرة إلى أخر يمثل هذا الانتقال بتدفق الشحن وهذا التدفق هو جوهر الكهرباء المواد التي تسمح الإلكترونات بالحركة تسمى مواصلات والمواد التي لا تسمح بحركة الإلكترونات تسمى مواد عازلة لذا على سبيل المثال إذا نظرنا إلى المحاس ستلاحظ أن لديه إلكترون واحد في مداره الأخير يمكن أن يصبح هذا الإلكترون إلكترون حرا لهذا السبب يعتبر النحاس موصلا جيدا إذا قمنا بإجبار هذا الإلكترون على الحركة فإننا نحصل على الكهرباء التيار الكهرباء ما هو إلا تدفق هذه الإلكترونات الحرة من ظرة إلى ظرة أخرى وهناك ثلاثة نفاهيم يجب فهمها فهما جيدا إذا أردنا فهم الكهرباء وهذه هي التيار والجهد والمقاومة كل هذه الكميات الفيزيائية مرتبطة بعضها وبعض إذا تغيرت أحدها تعير الباقي العلاقة التي تربط بينهما تعرف بقانون أوم وهو الذي وضعه للفيزيائي العالم الألماني جورج أوم الجهد يساوي التيار في المقاومة وهذا هو قانون أوم وهي كميات فيزيائية ليس من السهل تصورها لأنك لا تستطيع أن تراها لذا سنستخدم تشبيه الكهرباء الماء فكر معي في خزان ماء متصل في أسفله خرطوم كما في الشكل الذي تراه أمامك التيار المقاص بالأمبير هو معدل تدفق الشحنات وهو يشابه معدل تدفق الماء في نهاية الخرطوم أما الكمية الثانية فهي الجهد والتي تقاث بوحدة الفولت وهي القوة المطلوبة لجعل التيار يتدفق وهذا يشبه ضغط الماء في الخرطوم والناتج عن المضخة أما المقاومة فهي الكمية الثالثة وهي ميل المواد لمقاومة تدفق الشحن وفكر في المقاومة قطر الخرطوم كلما كان الخرطوم أصغر في قطره كلما كانت المقاومة أعلى ولذلك إذا كان لديك خزانين يحتويان على نفس كمية الماء لكن أحدهم أنه خرطوم له نصف قطر أصغر من الآخر أو بمعنى آخر ستكون له مقاومة أعلى سيكون التدفق أقل لنفس الجهد أو لنفس الضغط وبالمثل الدائرة الكهربية التي بها مقاومة عالية مع جهد ثابت ستحتوي على تيار أقل ولكن إذا كان تدفق الماء في الخزان ثابتا وكان قطره أصغر فإن هذا سيعمل على زيادة ضغط الماء بالمثل إذا كانت تيار ثابتا في دائرة كهربية فإن المقاومة الأعلى سيتولد عليها جهد أعنى كيف يتعلق هذا التشبيه بالتيار المستمر والتيار المتردد؟ التيار المستمر يشبه تدفق الماء العادي في الخرطوم الذي نراه إن الماء يتدفق في اتجاه واحد في هذا السيناريو يتدفق التيار بمعدل ثابت مع مرور الوقت كان هذا هو التيار الذي دافع عنه تورماس أديسون في حربه التي شنها على نيكولاتيسلن الذي تبنى فكرة التيار المتردد يشبه التيار المتردد تدفق الماء ذهابا وإيابا داخل الخرطوم بمعدل يصل إلى 50 أو 60 مرة في الثانية يطلق على هذا النوع من التدفق باسم التيار المتردد ويعبر عنه بـ 50 أو 60 هيرت وذلك يعتمد على نظام الكهرباء في الدولة هنا يكمن انعدام الدقة في تشبيه الماء لأن الماء لا يتدفق للأمام والخلف في الخرطوم ولكن التيار المتردد يفعل ذلك يتم توليد التيار المتردد بسهولة من قبل مولدات الكهرباء سواء كانت تعمل بالوقود أو الفحم أو أي مصدر من مصادر الطاقة متجددة إلا أن فكرة عمل هذه المولدات واحد وهذا ليس مجالنا اليوم لكنني سأترك لك في التعليق على هذا الفيديو مجموعة من روابط التي من خلالها يمكن التعرف على فكرة عمل المولد وأما بالنسبة إلى الهدف من هذه الحلقة وهو لماذا تغلبت تكنولوجيا التيار المتردد على التيار المستمر على الرغم من محاولات أديسون أحد أشهر وأقوى الرجال في القرن التاسع عشر إن الإجابة تتعلق بالكفاءة وتوصيل القدرة القدرة تشبه حجم الماء أو كمية الماء التي تخرج من الفرطوم في الزمن السبب في توليد الكهرباء هو إرسال وتوفير قدرة كهربية للمنازل والمصانع إن الصيغة الرياضية أو القانون الذي يحكم القدرة الكهربية يساوي التيار مضروبا في الجهد كلما زادت التيار والجهد في خطوط النقل كلما زادت القدرة المتاحة للتوصيل باستخدام الصيغة المعروفة P تساوي IVV يمكنك رؤية أنه يمكن نقل نفس كمية القدرة إما بتيار عالي وجهد منخفض أو بتيار منخفض والجهد عالي ولكن أحدهما أفضل من الآخر لنرى ذلك نعلم أن الكهرباء المستخدمة في نقل الكهرباء لديها مقاومة محددة لكل متر كلما زاد طول الكابل كلما زادت المقاومة في خط النقل وفي أي وقت تمر فيه الشحنة عبر المقاومة تتولد حرارة تعطى بمعادلة جول هذه المعادلة تعرف بمعادلة جول للحرارة تساوي مربع التيار مضروبة في المقاومة هذه الحرارة ما هي إلا طاقة مهدرة ولا يمكن الاستفادة منها لأنها تتصنب من شبكة نقل الكهرباء إلى الجو على حساب الطاقة المفيدة لذلك من الضروري العمل على تقليل هذه الحرارة نعود إلى موضوع القدرة الكهربية التي نرغب في توصيلها إلى المنازل فإن هذه القدرة الكهربية سيضيع منها الكثير لأن التيار الكهربي يساوي قدرة مقسومة على الجهد أي أن I تساوي P مقسومة على V إذا قمنا بالتعويض عن ذلك في معادلة الحرارة نرى أن الحرارة المتبددة تساوي مربع القدرة المضروبة في المقاومة مقسومة على مربع الجهد ومن هذه المعادلة يمكن الآن رؤية أن من أجل تقليل الحرارة نريد تكبير الجهد لتوصيل نفس كمية الطاقة لأنه بالنسبة لأي طاقة أو قاومة معينة كلما زاد الجهد الذي يمكننا توليده في الدائرة كلما قل فقد الحرارة أثناء نقل الكهرباء في شبكات الطاقة الكهربية الحديثة يتم نقل الكهرباء بانتظام عبر مئات الكيلومترات بمئات الآلاف من الفولت ولكن لا يمكن أن يكون الجهد بهذا الارتفاع عندما يصل إلى منزلك لأنه سيكون خطيراً للغاية وقد يتسبب بصعقك لذا يجب العمل على تخفيضه قبل وصوله إلى المنزل ويتم ذلك عن طريق استخدام المحور الكهرباء الذي يقوم بخفض الجهد من مئات الآلاف من الفولت إلى ما بين القيمتين مئة ومتين واربين فولت حسب الدولة التي تعتمد قيمة هذا الجهد وهو الجهد الذي تكون به مخارج التوصيل الكهرباء في ملانزلنا حول العالم هذا التخفيض والزيادة في الجهد هو السر وراء تألق التيار المتردد بالمقارنة مع التيار المستمر التيار المستمر لا يمكن التحكم بجهده بسهولة من ناحية خفضه أو رفعه أو العكس ولكن من السهل العمل ذلك مع التيار المتردد وإليك السبب عندما يمر التيار المتردد من خلال ملفات حدندية ينتج فيض مغلطيسي متردد باستمرار مع الزمن إذا قمنا بوضع حلقة من الحديد داخل الملف فإننا يمكن أن نركز الفيض المغلطيسي المتردد داخل الحلقة والآن إذا قمنا بعمل ملف آخر حول الجانب الآخر من الحلقة يمكننا توليد كهرباء وتوليد جهد في الملفات الجديدة وهذا الجهد الكهربي الذي يتولد في الملف الثاني يتناسب مع عدد اللفات حول الحلقة الحديدية باستخدام هذه الطريقة العبقرية يمكننا إنشاء جهد أعلى بكثير في الملف الثاني من الجهد في الملف الأول هذه هي الطريقة التي يعمل به المحول الكهربي ويتم استخدام هذه الطريقة لزيادة الجهد لنقل الكهرباء عبر مسافات كبيرة لتقليئ الفقد الطاق وتستخدم هذه الطريقة أيضا لخفض الجهد إلى مستوى آمن قبل أن يصل إلى منزلك ببساطة عن طريق جعل عدد أقل من اللفات في محول الخفض ولكن كما ترى تتطلب المحولات مثل هذا الجهد نتغير مع الزمن لكي تعمل وبما أن التيار المستمر هو تيار ثابت مع الزمن فإن المحول لن يجدي نفعا مع التيار المستمر ولكن التيار المتردد هو فقط الذي يتغير مع الزمن فإن المحولات الكهربية لا تعمل إلا مع التيار المتردد في عصر أديسون وتسلا لم يكن هناك طريقة سهلة لرفع وخفض الجهد باستقدام التيار المستمر وهذا هو السبب الرئيسي في أن التيار المتردد لتسلا تغلب على التيار المستمر لأديسون في العصر الأول لنقل الكهرباء قد يتبادر إلى ذهنك السؤال التالي هل يمكن الأجهزة العمل بشكل جيد على حد سواء مع التيار المستمر أو التيار المتردد؟ إن العديد من الأجهزة مثل المصابيح تتطلب فقط حركة الإلكترونات لا يهم إذا كانت الإلكترونات تضفق خلال السلك في اتجاه واحد أم إنها تتحرك في السلك بشكل متردد ذهابا وعيابا ولذا فإنه يمكن استخدام التيار المتردد مع جميع الأجهزة التي تحول الكهرباء إلى حرارة مثل المكواة والمدفع وغنائة الماء كون التيار المتردد هو المستخدم في عالمنا الحالي جعل تيسلا هو الفائز في حروب التيار الكهرباء لكن كما هو الحال في معظم الحروب هناك دائما جانبان لهذه القصة هل كان التيار المستمر فكرة خاسرة على المدى الطويل؟ ليس حقا يجب عليك أن تتذكر أن معظم الأجهزة التكنولوجية الحديثة التي تعمل بالبطاريات مثل جهاز الكمبيوتر المحمول والهاتف الخلوي والآيباد يتم تشغيلها بواسطة التيار المستمر العالم نيكولا تيسلا هو واحد من الأشخاص التي أثرت اكتشافاته وإنجازاته بشكل إيجابي على الحضارة البشرية وعلى الرغم من أنه ربما لم يحصل على المال أو التقدير الذي يستحقه في حياته لأن أفكاره والنظمة التي صنعها وصاغها كانت ببساطة متقدمة على عصره بكثير من السنين إلا أنه تم تخليض ذكراه منذ وفاته كأحد أعظم وأهم من المخترعين الذين عاشوا على الإطلاق قبل أن نعني هذه الحلقة أود أن أدعوكم لزيارة شبكة الفيزياء التعليمية على الإنترنت هناك ستجد الكثير من الشروحات للأجهزة التي وردت في هذه الحلقة وستجد في التعليقات أسفل الفيديو مجموعة من تلك المقامات ما رأيك الآن في نيكولا تيسلا؟ هل تعتقد أنه كان عالما أكثر براعة من ألبرت أينشتاين؟ يرجى إخبارنا في قسم التعليقات وشكرا على المشاهدة وأدعوكم للإنضمام إلى عضوية القناة ووضع علامة الإعجاب ومشارعة الفيديو أتمنى لكم مغدا ممجعا وأراكم في الحلقة القادمة وحتى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته